يعني الحقيقة النهاردة في صدمة لان احنا كل مرة بنقول ايه دايما اللعيب بينطفد لما بيحصل خسارة يعني اول ما بتخسر وخصوصا اللعيب الاهلي او الزمالي يعني تخسر متش وماتش مهمة من فرقة كبيرة وخسرت من البيراميدز وخسرت من الزمالك وخسرت الكاس فالناس طول الوقت في كل متش للاهلي منتظرة بقى انتفاضة وزور شخصية الاهلي من جديد فلما تيجي بقى متش زال المقصة يعني متزال الدولي مع كامل التقدير للفريق بصراحة فطبيعي مفترضي بقى سهل ما تشريك لانه اخر فريق في الدول وانت بتلاقب اخر فريق في الدول وانت بتنافس والظروف محتاجة انك تكتب وفوز كبير واعداء كويس الناس النهاردة اتصدمت من اداء النادي الاهلي في ايه؟ بأمانة زي ما انت بتقول الكلام كله وقاية بنسبة مية في المية الطبيعي ان انت الفرقة كبيرة عمتها بيبقى لها ردة فعل ردة فعل لما يحصل حاجة كبيرة جوه النادي او نتائج سلبية لازم بقى لك ردة فعل يعني حتى بعد اخسرت بطولة افريقية الطبيعي يبقى عندك ردة فعل في الدوري والكاس والبطولات اللي بتشارك بيها بعد كده مكنتش موجودة ردة فعل بعد مباراتين بيرامز والزمالك كان لازم يبقى في ردة فعل قوية حتى النهاردة يعني انا زي ما انت بتقول فعلا دي مباراة فرصة ان انت ترجع ترجع بأداء حلو ترجع الناس في ظهرك تاني وخصوصا ان انت سوارس النهاردة اتعامل ان هو ريح بعض اللعيبة فالطبيعي ان انت مباراة الى حد ما سهلة مباراة الى حد ما سهلة بتستفيد بها كذا جانب اول حاجة بتريح اللعيبة المجاهدة بشكل كبير بتكسب مكسب مريح بالنسبة لك ترجع الاداء القوي بتدي فرصة لبعض اللعيبة اللي ما لعبتش بقالها فترة عشان تكمل معاك الفترة الجاية كل ده ما حصلش فصراحاته كلها ده 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 فيه تصريح عجيب وصفير يعني ه SDK اراهوا لك اهو هل Librer قال تصريح بعد اللبتش لم اكن اعلم ان حال الفريق سيكون بهذا الشكل ده الراجل يعني عايز يقول لنا ان الفريق في اسوأ ما يكون ده مدير الفني وليس لديا وقت انه بيعترف ليس لديا وقت اللي كان يلعب الفريق كرة في المباراة وان تظهر افكار ده تصريحاته بس قبل محركة تجاوب أنا بس هعلق في عشر ثواني أقول ما قبل سوارش مع سامي أمصان مش هقولك بقى كبير مع موزيمان والدورة أبطال أفريقيا الكم ماتش حتى بتقول كابتن سامي أمصان مفيش مقارنة فنية بين أداء الأهلي في الخمس ماتشات اللي عملوا من كابتن سامي أمصان منه مباراة قدام الزمالي خلصت اتنين اتنين لو تفتكر يعني وبين أداء الأهلي مع سوارش اللي هو استلم من كابتن سامي أمصان يعني الفارق أيام يعني وحتى سوارش ما لعبش غير زمالك وبيرامت اللي لعبهم من كابتن سامي برضو وكسب بلاماته وتعادل مع نادي الزمالك يعني كان مطشين بنفس نفس الفريطين نفس اللعيبة ونفس كل حاجة يعني إنما هي النقطة تصريحاته تصريح دقة تقلقه أنا معاه في التاني في النص التاني اللي هو ممكن أفكار وهتاخد وقت عشان يقدر ينفزها في ظل الإيجاد اللي موجود حاليا إنما أنا ما عنديش ما كنتش فاكر إن الفرقة هتبقى كده لا دي صعبة ليه أنا راجل مدرب بتعاقد مع فرقة زي ما أنت بتعاقد معايا ومثلاً بيبقى عندك أفكار أو عندك فكر أو بتقيمني قبل ما بتجيبني أكيد أنا كمدرب عندي تقييم للفرقة اللي أنا رايح لها أكيد عارف الماتشات اللي قال يا عبادة عارف عدد المباراة عارف إن اللعيبة مجهدة عارف إن عدد كتير من اللعيبة كان موجود في البطولة عربية أو في كاس أفريقية هو نفسه في المعتبر تقديمه قال لنا كده يعني يعني هو قال أنا بقالي شهري بتابع آخر خمس ماتشات متابعهم كويس جداً هو نفسه قالت عارف اللعيبة كويس جداً طبيعي جداً هو قال كده ما لازم أنا متعقد مع فرقة جديدة ما لازم أنا قبل ما مضي أتعقد قبل ما مضي بابقى مقيم أمور كله وشايف كل حاجة وعندي عدد المباريات ونتيجة عدد المباريات ده اللي هو عندي هبقى عارف إن اللعيبة مجهدة هبقى عارف إن اللعيبة مش هتقدر تنفذ أي حاجة دلوقت نقطة برضو يعني أنا معاه في الحتة التانية إن هو أفكاره تبقى لسه محتاجة وقت إنما لو كلمنا أنا هبكلم مدرب جديد ولسه محتاج وقت بس فيه نقطة الكورة الثابتة الكورة الثابتة اللي على الأهلي واللي للنادي الأهلي اللي اتنين اللي اتنين دي مش محتاجة وقت يعني أنت ممكن تكون مجهد فأنا أقول لك ما تجريش ما تتحركش يعني هراعيك في الحدة دي إنما أنا الكورة الثابتة أنا ممكن وإحنا قاعدين دلوقت ممكن نعمل الكورة ثابتة إنت توقف هنا هتمسك العرضة القريبة إنت هتحرك هنا التالتة دول هيتحركوا هنا الجنين اللي داخلوا في النادي الاهلي النهاردة اللي ما تحسبوش يعني لو المغراضي ما فيهاش فار كان ممكن عادي الحاكم ما شافوه مش لو بركز شوي أحمد من عمدال لو الباك بتاع لو تأخر خطوة نص خطوة فهي النقطة برضو يعني وقفتك في الكورة السابقة وحشة جدا استغلالك للكورة السابقة برضو مش من الحاجات المميزة اللي هي بتاعتك اللي هي بتاعتك فالحاكتين يعني دول أول حاجات قايم عليهم المدرب الجديد عشان لو ما عندوش وقت يعني زواء اللي لما ستك تظهر في الحاجات اللي هي مش محتاجة جهد مش محتاجة جهد يعني انت طريقة اللعب وغيرتها وماشي عليها بقلك مطشين تمام حتى النهاردة انت ما كنتش محتاج الطريقة دي يعني 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 مش محتاج يعني امرأح اللعيبة يعني بقول مطش سهل وبلعب تلاتة وراء لا أو كمانا هو مريح اللعيبة هو عمل حاجة برضو عجيبة يعني مريح اللعيبة يعني انت مريح عالي معلول نزله برضو نزلته يعني انت ولا استفدت ان انت رايحته ولا رايحته ولا ديت الفرصة كاملة المحمود وحيد تسيه وتسايم دي انت فاهم انت ما استفدتش ولا يبديل ولا يبديل فانت لازم يبقى واخد قراراتك يعني انا انا مباراة يا رايح يا لعب بس ومباراة كنت اخدها اعداد للعيبة اللي ما بتلعبش لان هي مباراة الى حد ما يعني ما احترامي مصر مكاسة الى حد ما كانت مضمونة بنسبة 100% يعني المباراة ما فياش اي حاجة نشوف عدد الفرص مثلا حتى اللي جاء عن النادل الآلي او حتى عدد الفرص للنادل الآلي انت المباراة دي عدد الفرص للنادل الآلي مش هيفوتك حاجة عادي يعني عادي مفيش حاجة يعني تخليك تقول ان انا فاتني مطش مهم او حاجة مفيش اي حاجة ولا في روح حتى العلم برضه رتم بطيط واقولك على حاجة بقى كمان يعني الحاجة اللي الواحد مش متخيلة ان انت الاداء يوصل لكده النادل الآلي عنده القدرة بعد مطشين ثلاثة يبقى هو اول الدوري ليه الناد الزمالك هيلعب مين الناد الزمالك هيلعب مين هيلعب نادي الزمالك فالنتائج كلها ممكن تخليك انت الاول يعني زالك لو تعادل المتشين دول خد بالك النادل الآلي الاول بالاثنين المواجلات بالاثنين المواجلات هيلبقى اول فانت ما تدميش الفوطة انت اصلا ده الفوطة معاك ده انت اقرب فرقة للدوري دلوقتي حاليا في ظل المطشات اللي جاية كلها والنتائج هو النادل الآلي انت معاك المتشات بتاعت الآلي اه طبعا يعني المطشات الآلي الآلي المقاولين يوم السابت اه مقاولين العرب اه وفارقوا الاتحاد المصري اسماعيلي استرن استرن كامباني امبي الجيش سيراميكا